اشتركوا في القناة ياريت يعني العكس بدنا نحكي عن الفراغ الحكومة والفراغ الرئاسي خلينا نبلش بالواقع يلي عم نعيشه اليوم تصريف الأعمال اليوم شو فيها الحكومة تعمل بيفطر التصريف الأعمال وشو ما فيها تعمل في نوعين من الأعمال الحكومية في شيء اسمه أعمال إدارة أكدو جيسيون عادة حكومة تصريف الأعمال فيها تعملون فقط للحفاظ على السمرارية المرافق العظمي يعني عم نحكي الخدمات للناس وما أقلها وعندك ما يسمى الأكدو جيسيون يعني أعمال التصرف الأعمال التصرفية يلي هي أعمال كبيرة ومهمة وذا تشأن مثل مثلاً الحدود الأمور الجوهرية يلي هي تحتمل أن تؤجل إلى حكومة جديدة لبل يجب تأجيلها بسبب أنه مش ممكن نرتب أعباء على حكومة قادمة لو فينا نعمل هالشيء إلا أكيد إذا كان في ضرر كتير كبير محدق بالمصلحة العليا ساعتها بتتدخل حكومة تصريف الأعمال لو إنه تصريف الأعمال مش يعني ما أنا مسؤولة فلذلك نحن مقبلين على هذه التعاسي إن شاء الله ما نعيش فيها كتير لأنه كمان إذا طولت فترة تصريف الأعمال صحيح أنه بالدستور الجديد سنة التسعين إيجا يقول النص المعنى الضيق لتصريف الأعمال يعني عطر تصريف الأعمال بأضيق الحدود إنما إذا طالت هالفترة كتير مثل ما صار مع حكومة رئيس الوزر السابق تمام سلام مثلاً راحت عشر 11 شهر كمان إذا لسا محله صار في عدم انتخاب لرئيس الجمهورية وطورت فترة تصريف الأعمال يتسع هذا المفهوم الضيق بسبب إنه مضطرين كف الحياة كما بيقولوا الرحابني بالمسرحية الولاد بدون يكبروا ما فيهم ينطروا تشكيل الحكومة صح طيب هون ساعتها هل نحن بحاجة لتدخل من المجلس النيابي أبداً أبداً كوم التصريف الأعمال ما نبي حاجة لأعطاء أي جرعة مشروعية من مجلس النووي بلا بل حتى مسنويا ما فيه سئلة بالمعنى التقليدي طيب يعني بتظلها تحت المسئولية بس منا تحت المسائلة بس شو نوع القرارات يلي حكومة تصريف أعمال ما من نوع تأخذها يعني مثلاً ما فيها تروح بكرة ترسم الحدود ما فيها بكرة تروح تمضي اتفاقيات مع صندوقنا الدولي حيث من الأمور اللي لازم تترك إلى الحكومة الجديدة خصوصاً أنه صار عندك انتخابات نيابية ولو أجزل المجلس النيابي ما فيه جزلة ما فيه ما فيه عمل تشريع خاص لا هي منبثقة عن المجلس النيابي السابق وبالتالي تعبر عن إرادة مجلس النيابي القديم مش جديد هلأ اللي عطيها جرعة من المشروعية بكرة رح ينقال أنه رئيس حكومتها هو نفسه رئيس الحكومة المكلف يعني أكد أنه المجلس النيابي الجديد عاد جدد ثقته برئيس الحكومة الموجود بس هذا ما بيعطي مشروعية كاملة للحكومة بعدها تصريف أعمال فيه إطار لمحسابتها إذا خرجت عن بحدود كتير دايقة بس أنه المحاسبة التقليدية يعني طرح السئة ما هي مستقيلة كلها هذي وقاليات المحاسبة التقليدية سقطت بسبب استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة إنما هذا ما بيعني تفلط مش أنه الوزير ما بيعود يقوم بمسؤولياته أو بيقوم بمسؤوليات ما له حق يقوم فيها بتصريف الأعمال فيه مذكرات حكومية بهذا الموضوع أصدر رئيس الوزراء طيب لحدود تصريف الأعمال يعني حتى ما يبالغوا أيضا الوزراء بتصريف الأعمال طيب إذن فيه إخلال مثلا بقضية تصريف هو بيناتنا يرات من صرف الأعمال نحن حتى تصريف الأعمال مش عم نعمل أيام العادية جيت أسألك عنه هل فيه محاسبة إذا ما صار فيه تصريف الأعمال يعني ببعض الوزرات إنه الوزير عايزش الاستقالة على الآخر وما يشتغل لا هذا آخر شيء انقطاع عن مسؤوليته هو مسؤول ولا ما كان مين بيقدر يحاسبه من بادئ الأمر ما لازم يتوزر مش يعني إذا صبحت الحكومة مستقيلة أصبح هو يعني مستقيل من المسؤولية بمعنى هون بيضل عنده مسؤولية إنما حدودها المسؤولية بتكون متناسبة مع الأعمال اللي له حق يوم فيها فقط لغير مين بيقدر يحاسبه رئيس الوزراء عادة بعمم فيه مذكرات عم برجع لك موجودة بستقلك إنه فيه مراقبة وفيه محاسبة عهو الوزراء ياما في وزراء نحن عم نحكي بالوضع القانوني المسالة يعني بس ياما في وزراء كمان لنحكي إشياء واقعية للناس ياما في وزراء كانوا ما يصرفوا الأعمال أو يصرفوها بالطريقة اللي بدون إياها يعني البريد اللي بدون إياه بيمضي اللي بدون إنه أمور ما يعملها ما بيعملها بحجة تصريف الأعمال بيراكم معاملات مرات فيها تمرق بمرق معاملات ما لازم تمرق هاي دي لازم تنطر الوزير الجديد مانا ضرورية ومانا ملحة وما بتحضق أي خطر بالمرفق العام فيه استنسبية لذلك صدرت هالمذكرات على الرئيس الحكومي بس مانا كافي نعم طيب السيناريو يلي بكل أسف عم يتكرر بالعهود اللي قطعت وفيه خوف كبير إنه يتكرر بهيدا العهد إنه نصير بحكومة تصريف أعمال يعني تتابع حكومة تصريف أعمال بغياب رئيسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد طبعا حصلت حصلت سابعا هل يعني فيه أمور هون صبحوا كل الوجراء بوضوع الرئيس بوقت الغياء يعني المسؤوليات الرئيس ومهامه تنتقل إلى الوزراء صحيح تنتقل وكالة إلى مجلس وزراء بمقتدل مادة 62 من الدستور لو كانت حكومة تصريف أعمال ليش لأنه الدستور يربق الفراغ ما بيترك مجال الفراغ الحكم بيضاء الاستمرارية ما ممكن تنقطع حيدي أبدا إلا صار في ثورة أو انقلاب بس في مرسيم بتصريف الأعمال ممكن تشترط نعم نعم ممكن تصريف توقيع رئيس الجمهورية بس بيمضوا علي الأربع عشرين وزير مثل ما صارت خلص يعني تمشي إذا ضرورية برجع عليك إذا ملحة إذا أمور يعني محفوظة صلاحيات للرئيس ما علي الحكومة تمارسة إلا بالحدود الدنيا والضرورية جدا ليه استمرارية المرفق العام ليس إلا وإبعاد الضرر عنه بس هاك إنه المبالغة واستمرارة أكأنه ما في الزملة انتخاب رئيس ونحل محله لكن لشو وجد رئيس الدولة بالعكس هذه الشغلة بتصير خطيرة وتلامس خرق الدستور هذا أمر آخر وين العلّة؟ العلّة بالتطبيق مش بالنصوص لأن إذا بتلاحظ مثلا تعطيك انتخاب رئيس جمهورية مثل النظام المدرسة ريجيم سكولير أوضح من هيك ما فيه في عندك مادة 49 ومادة 73 ومادة 74 ومادة 75 بتفصلنوا للنواب بوضوح بالتفصيل المملكي في انتخاب الرئيس يعني أول شي بتحكيك عن الأكترية اللي شوه هو اللي صاربت دنياها هي دايماً أكترية التلتين مش مظبوط هي بس أول دورة دلتين بعدين بالأكترية المطلقة المواد اللي بعدها 73 والـ 74 والـ 75 بتقل لك كيف ينتخب الرئيس كيف يدعوهن لانتخاب الرئيس رئيس المجلس عليه أن يدعوهم بمهلة شهر لشهرين يعني هلأ بـ 31 نحن هلأ يعني ما عنده خيار ما عنده خيار لا ما عنده خيار أبداً لبل إذا تقاعص رئيس المجلس عند دعوة المادة 74 من الدستور عطية النواب الزام أنهم يتداعوا حكماً للاجتماع بالأيام العشرة الإخرانية يعني من 21 يعني بيسعود دوره لرئيس المجلس نيابة هنا طبعاً وهم 21 لـ 31 بيجتمعوا حكماً إذا كان بعد ما داعاهم رئيس المجلس مش ناطرين دعوته بقى اجتماع حكمة وهذا بيعني شو؟ مش بيعني أنه بس بيجوا هيك ما بيأمنوا نصاب بفلوا لا حيث بيعني أنه بيلازموا مقر مجلس النواب إلى حين الانتخاب تذكر الكراد اللي كي بيتخبوا البابا بطلوا العديد جوا لا يطلع الدخان يا أسود يا أبيض بس ما في لا أسود ولا أبيض في نصوص بدأت تطبق المشكلة مش بالنصوص بالنفوس والأخلاقية السياسية والتطبيق لو كان الدستور قد ما بدك مفصل اليوم لو بتعمل عقد كتير مفصل مع شخص لا سمح الله سيئني ما بده يطبقه فيك تتعذب نفس الشي دستور دستور بيقلك نابوليون لازم يكون أبسكور مش ضروري يكون كتير واضح المعالم بكل شيء في عندك أخلاقيات في عندك دول ما عندها دستور مكتوب تمشي على العراف ومشي كتير منيح وهي دول ديمقراطية ليه لأنه المسؤولين هن مسؤولين رايدين يطبقوا حكم القانون هون عندك نصوص يا ما بتقرأ يا تقرأ ولا تطبق يا تطبق بشكل سيء ومنطالب ألازباً هاك أنه نعدله أكد أنه دايماً هاك لازم نعمل تخمة بالنصوص حتى نبين أنه والله نحن عم نشرع مثل هالقانون الإخراني هلأ اللي طالع قانون الإطاحة كلياً بالسرورية المصرفية بفلته وزارة المالية وقضاة التحقيق عن الناس ينبشونهم بحساباتهم من دون معايير في كتير من الناس الأوادم بالإدارة وبالقضاء بس أنا أخشى كمان من البعض الآخر يلي هو ممكن يكون يعني سبيل لبعض المبتزين أنه يبتزوا الناس بحساباتهم قعد فسر كل نفذة فتتلك بالحساب من وين إجيت وإذا دفع عليها وإذا مصرح عنها يعني شخص شخص ما بعتقد لازم نسلم أمرنا هيك لسندوق النقد من دون ما نحاور بشكل جدي وما دروس نعرف نحضر ملفاتنا ونقول له صحيح السرية المصرفية بلاد العالم يمكن تراجعت بس في قوانين بتحمي الخصوصية بتحمي البيانات الشخصية وين نحنا ما عنا ما عنا بتحمي إدارة المعلومات هايدي المعلومات بكرة المصرفية الخاصة الحميمة الشخصية يلي بق تعطيها أنت لرجال الأمن ورجال الإدارة والقضاء شو اللي بيضمن الكتبة ورؤسة الأقلام والموظفين وهؤلاء نفسهم يعرفوا يحموها ويدورها بشكل صحيح يديروها بشكل صحيح ما في ما في نصوص ما في حماية فكشفنا الشعب اللبناني بهيك قانون مثلا من دون ما نعطي ضمانات حقوقية مننا نحنا بدولة قانون وحقوق لنقول ما عد بدنا السرية المصرفية بنتنازل عنها هذا ما قال لك إنه بتضلت جيب لك شوية خصائص بكرة وقت ترجع تعمل القطاع المصرفي يعني بكرة العربي والخليجي بديجي يحط عندك لاش مش هربا من حكومته وأجهزة مخابراته على أقل صرنا مثلون صرنا خلص نظام نفسه صار صار كله مكشوف وبتالي ما بقى عنده حافز حقيقة حدا يحط عندك هاتبا نحكيك عن بقية الأقوانين اللي بتضرب ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي شو الافادة من هيدا يعني اللي عمي دافع عنه وانطلب من مطالب صندوق النقد باعتقد فيه مصلحة ما هون التأت معه فيه لأمراره بأي تمن حتى صندوق النقد معلوماتي بالتواصل أنه ما ننراضيين حتى عن الصيغة اللي طلعت وهني بصدد إرسال ملاحظات خطية عليه عاكل حال الرئيس بعد ما مضي معه هو مهلة شهر بالأساس حتى يا يمضي يا يرده لمجلس النواب لإعادة قراءته أو منقشته ثانية إما بيأكد عليه مجلس النواب أو لا بس هاي من الأمور الخطيرة يعني نحن ما نطرنا ثلاث سنين بعد الأزمة لنشوف هيك قوانين هجيني لعينة عم تصدر بحق اللبنانيين بس لأنه طالبة صندوق النقد وكيف ما كان يعني لا رضينا اللبنانيين ومصلحتون ولا رضينا صندوق النقد يعني لصراحة هيك عم بعطيك مثل مقساة مقساة جنون يعني ودمار وتدمير للبلد وقتل للشعب ونحر للأساس هيدا كله سقدر بحجة شوق على فان وخبسطعش صادر بتشرين الفان وخبسطعش هو نفسه فيه جرم التهرب من الضريبة كسبب اللي رفع السرية المصرفية زكروه بالقانون الجديد ونسيوا مضمونه أكرنوا منه موجود يعني هيدا المجلس المعامة التشريع مش هيك يعني بعد نبعول على بعض الأفراد القلاية الموجودين اللي كان بالحكومة اللي كان مجلس نواب لكن بدنا نكتر من أمتانون يعني لأنه أكيد أكيد ندرين بكل أسف أنا بدي أشكرك على حضورك أهلا وسهلا فيك معنا ويعني بيضل واحد هيك يعني يقول الحقيقة ويحكي قانون لأنه هيدا شغلتنا أنه نشهد للحقيقة وما عنا شي تاني ما عنا خيار آخر يعني اللي بيقول اليوم شو عم بيحكوا هاو يمكن معه حق بمحل بس شو البديل إذا ما عندك بوصلة الدستور والقانون عم تلحقها وعم بتخلي الناس تلحقها وترجع تحفزهم وتشد عقيدهم حتى ما عنا غير بديل وتكون عمليا رايح لمزيد من الخراب شكرا كتير لحضورك معنا أهلا وسهلا فيك شكرا نحنا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا بكرة حلقة جديدة عالتمنى ونص لقونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة